وصلت الثلاثاء إلى كينشاصة المساعدات الطبية المغربية الموجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في يطار الدعم المخصص بتعليمات من الملك محمد السادس للعديد من البلدان الافريقية الشقيقة من أجل مواكباتها في جهودها للتصدي لجائحة فيروس كورونا وتم استلام المعدات والمنتجات المكونة للمساعدة المغربية لدى وصولها إلى مطار كينشاصة من قبل وزير البحث العلمي خوسين باندا كابانجي ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية وذلك بحضور السفير المغربي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وقد أعربت وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية عن كامل الامتنان للمغرب مبرزة أنها تقول بأن هذا ليس باسمه الشخصي ولكن باسمه قيادة البلاد ومنهم رئيس الجمهورية فليكس تشيس كيدي رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنقر